السلام عليكم كديرين لبس عليكم تمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله مدة ما شاركش معكم شوفوا صفاف هنايا في اليوتيوب واليوم ان شاء الله جيت مش نشارك معكم هاد الحسوة او صبة اللي كتجي زوينة بزاف وصحية وكتوجد غياض غياض في نساعة غادي توجد معنا هاد صبة او الحسوة ان شاء الله ان شاء الله تنا الاعجاب ديالكم معلكم والي تبقوا معايا تلاخر الفيديو باش تبقوا مع تفاصيل ديال هاد الوصفة ان شاء الله وبسم الله على بركة الله اول خطوة غدي نعملوها غدي نفزقوا البلبولة في الماء سخون عندي هنا هي البلبولة موين تقدروا انتم تستعملوا النوع اللي كانت توفر عندكم ستعملوه كيجيو في جميل حالات كيجيبها الحسوة الديدة بالنسبة للمقادير كيما كتشوفوا معايا بساطين جدا عندي هنا يطرفة ديال الحم والخضروات اللي عماتيشة وبصلة واربيع وخيزو او الجزار والعطرية عندي هنا في الطنجرة غادي نحط دوك اللحيمات ديال البقري تقدروا تديرو ايه تقدروا حتى دجاجها كده بالعظيمة ديال هكذا كيجيب حتى هوزوين عندي هنا اربعة ديال الماتيشات متوسطين محكوكين بصلة متوسطة محكوكة واحد خيزو او الجزار محكوك وعندي اه قصبر ومعقنوس ومعقنوس مقرطين وواحد جوج دروسات ديال التومة محكوكين وغادي نضيف الزيت البلدية تنزيد قياس ديال المالقة كبيرة ديال الماتيشة تلحك ومعقنوس صغيرة ديال اسم الحار بنسبة اسم الحار تقدروا تزيدو او تنقصو على حسب الدوق بنسبة العطرية عندي هنا يملحات كنجبير خرقون تحميرة ويبزار والحلبة والقرفة عواد وعندي ضمد ديال البنة ديال الخضروات تقدروا تديرو اي ضمد اللي بغيتو انا كنفضل ندير ديال الخضروات بالنسبة للقرفة تديروها اما عواد اما تكون هكذا كبودر سفيك نخلطو جميل المقادير كنخليو على نار يعني متوسطة كنخليو حتى كيتشحن مزيان وكيتخليها الطيابة مدت قريبا ديال اربع ساعة كما كتشوفو اه بدتكتاخد القاوم ديال العا دا بغضي نضيفوه الماء طيب معد ما ضفنا الماء نضيف لها البلبولة ونصفها نضيفها في المراق ونضيفها على نار متوسطة ونضيفها على نار مهيلة ونضيفها على نار قوية ونضيفها على نار مهيلة ونضيفها على نار بلاحنا ونضيفها على نار 5 دقائق ونضيفها على 10 دقائق ممكن ما تريده او تقدره تضيفه حتى في البداية مش مشكل وهي الصوبة ديالنا او الحسوة ديالنا واجدة اتمنى ان شاء الله تجربوها وتشاركوني تطبيقات ديالكم عبر الانستغرام وتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وما تنسونيش باللايك وشاركوا القناة مع الاحباب والاصدقاء بيش تعمل فائدة وانتمنى ان شاء الله هاد المرة ما نغيبش عليكم بزاف اكيد الى شجعتوني وانتمنى ان شاء الله نتلقاكم في وصفة جديدة وفيديو جديد واحتلت من هنا التما قليكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته